اهلا بكم مشاهدين الكرام تحظى منطقة الساحل والصحراء في افريقيا باهتمام دولي واسع خاصة في ضوء التهديدات التي تمثلها الجماعات الارهابية في هذه البؤرة الساخنة القابلة للانفجار بتدعيات خطيرة لا تقتصر على القارة السمراء فحسب وانما قد تطال اوروبا والعالم في فبراير من عام 2014 قرر رؤساء خمس دول في منطقة الساحل هي موريتانيا، مالي، بوركينافاس، نايجر، واتشاد في ختام قمة جمعتهم في نواكشوت انشاء تجمع الساحل الخماسي الذي اطلقوا عليه مجموعة الدول الخمسة في الساحل لتنسيق جهود مكافحة الارهاب والانفلات الامني ولتوحيد جهود التنمية في المنطقة واجهت المجموعة منذ تأسيسها عدة تحديات لعل ابرزها التحديات الامنية فضلا عن تحديات الفقر والامية والبطالة والمرض وضعف البنى التحتية التي جعلت من هذه الدول مرتعا للجريمة المنظمة العابرة للقارات ومعبرا دوليا لتجارة المخدرات ومركزا للهجرة غير الشرعية في نوفمبر من عام 2015 عقد قادة دول الساحل أول قمة لهم بعد تأسيس المجموعة في العاصمة الشادية انجامنا لمناقشة قضايا الامن والتنمية في المنطقة توالت القمم بعد ذلك وعقد القادة قمة في فبراير من عام 2017 بالعاصمة المالية باماكو بحضور الرئيس الفرنسي إيمانيويل ماكرون وأقرت القمة وإنشاء قوة إقليمية مشتركة لمكافحة الجماعات الإرهابية المنتشرة في المنطقة أما في فبراير من عام 2018 استضافت مدينة نايمي عاصمة نايجر قمة لقادة دول الساحل لاستكمال تمويل القوة العسكرية المشتركة وتعزيزها وفي فبراير من عام 2019 اجتمع القادة مجددا في مدينة واجدوجو عاصمة بوركينا فاسو لبحث سبل تعزيز التنصيق لمحاربة التنظيمات الإرهابية وذلك عقب هجوم إرهابي شهدته بوركينا فاسو أصفر عن مقتل ما لا يقل عن 14 شخصا وفي يناير من عام 2020 استضافت مدينة بول فرنسية قمة لرؤساء دول مجموعة الساحل بمشاركة الرئيس إمانوال ماكرون وعقدت القمة عقب هجوم إرهابي تعرض له جيش نايجر أصفر عن مقتل 89 جنديا أما في فبراير من عام 2020 استضافت العاصمة الموريتانية نوكشوت قمة لرؤساء دول مجموعة الساحل بمشاركة ماكرون ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشاز ناقشت القمة الجهود المشتركة لمكافحة الإرهابيين في منطقة الساحل وتأتي القمة الحالية لقادة دول مجموعة الساحل في العاصمة تشادية إنجمانا لتقييم الوضع الأمني في مواجهة التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل مشاهدين الكرام كان هذا كل ما لدينا عن مجموعة دول الساحل الخمسة شكرا لكم